اشتركوا في القناة بلبنا اليوم هو الجزائر والمدينة هي وهران وهران هي مدينة معروفة كتير لتعدد السقفات اللي قطعت عليه ومعروفة كتير لتاريخها ولموقع الجغرافة الاستراتيجية رح نكتشفها سواء خلال صورنا اليوم رح نبالش نشوف أول شي الخريطة ونشوف وين بتقع وهران بالجزائر مثل ما بيبين علينا لكن الجزائر بيبين علينا محاطة بعدد كبير من الدول مثل تونس وليبيا والمغرب موريتانيا مالي وغيرها ومن الشقة الشمالي بتعطي على البحر الأبيض المتوسط ومبين علينا أغان قريبة على الجيرز العاصمة الجزائرية أغان اللي هي وهران باللغة العربية ومبين علينا قدام موقعة استراتيجية بالمغرب العربي وبأفريقيا الشمالية مشان هيك عدة سقافات وحضارات قطعت عليها من الرومين للأوروبية الإسبان ومؤخرا الفرنسيين أكيد اللي استعمروها على فترة طويلة كتير ورح نشوف أنه هيدا ترك بصمة كتير حلوة بالبلد لما بين تاريخية ما منشوفها إلا بهالمدينة بالتحديد لكن إذا بنروح من بيروت على وهران كيف منروح؟ منروح أكيد من بيروت على الجزائر في طيران مباشر ومن الجزائر على وهران فينا نكفي بالتيارة أو في قطار ثلاث أربع قطارات بنهار من الجزائر العاصمة بتوصلنا على هالمدينة الحلوة وأفضل فصل واحد يروح عليه لهونيك هو مثل هلأ فصل الربيع بين أزار وإيار أو فصل الخريف أيلول وتشيرين وشو ناخد معنا أكيد أحد مريحة تيب خفيفة وباك باك لأنه في كتير ماشي هونيك وبنصحكم مشاهدينا إذا حبيتوا من بعد الحلقة تزوروا هالمدينة الرائعة تاخدوا فندوا القتال يكون تبعاكم بساحة الأول من نوفمبر بلاس دو برمير نوفمبر لأنه حول هذه الساحة موجودة أكتر الأماكن السياحية اللي رح نحكي عنا بحلقتنا خلال نشوف أول شي صور عن وهران وقت نوصل لهونيك لكينا هون يمبين علينا مدخل المدينة والحلو بهذه المدينة أنه مثل ما مبين علينا هون منظر رائع بذات الوقت لدينا شط البحر الأبرض المتوسط لدينا مبين علينا هون سانتا كروس اللي رح نحكي عنا بعده شوي اللي هو موقع استراتيجي وكتير حلو ومبين علينا الميناء وفي حياة بحرية وتجارة مهمة كتير اللي كتير مهم نحكي عنا لأنه يعني هيدا الشي خلق كل هالحضارات والجنسيات من الجيوش وصلوا لهونيك ونبين علينا كمان المبينة اللي بين الهندس المعمرية العربية هون هيدا بفكر واحد أنه هيدا مطحف هيدا القار يعني هونيك واحد إذا بده يوصل ببترين من هونيك على أوران بنزل بهيدا المحطة وهون كمان بينا علينا لون السماء بقولوا بسموها لوهران الباهية المدينة الباهية الحلوة اللي دايما الشمس شرق فيها ومعروفة لطقصها المعتدل هيدا هي ساحة الأول من نوفمبر اللي هي وسط المدينة هوني بده توقف شوي على هيدا الصورة لأنه مهمة كتير وهران بتجي هي مثنى وهر وهر يعني أسد وهوني بينا علينا تمثيل الأسد في أسدين لأنه وهران هون مثنى وبتقول الأسطورة يعني أنه كانت هالمنطقة فيها أسود كتير وتم استياد آخر أسدين بهالمنطقة بمدينة وهران مشان هيك سموها على هيدا الشكل ومنهم بتصور كلمة وهرة واحد جاعته وهرته للتاني يعني مثل الأسد عنده هالوهرة المهمة وهران هي تاني مدينة بالجزائر واحدة أهم المدن بالمغرب العربي تأسست سنة 1902 بفترة الأندلس ومن بعدها تويل عليها حكيم عرب كتار وبربر واستعمروها الإسبان سنة 1509 ورجع استعيدها سنة 1792 بين محمد الكبير وخلال الاستعمار الفرنسي بين 1830 و1962 شهدت وهران تطور سريع وهنا بحب أتوقف على هذه الصورة لأنه مبين أنه فيه تهران المدينة مثل ما مبين كانت قبل وسط المدينة وهون فيه يعني كمانة غير مناظر فينا نشوفها قريبة كتير على وهران المدينة هي منطقة معروفة وبيبين علينا كأنها الطيور الحلوة كتير لفلامان وروز لمنطقة سبخة وهي منطقة فيها لكانها طبقة مي ملحية رقيقة وحلو أنه منبقي فيها هالطيور طيور النحام الرائعين يعني اللي مادرون نسافر على آخر الدنيا تنشوفون هن منون بعد عناينا عشرة الأبيض المتوسط ويعني رح نحكي اليوم عن الطب فايف تينجز تودو انتهران أحسن يعني أحلى خمس إشة فيها نعملها لأنه إذا بدنا نسلسل كل الأماكن اللي فينا نزورها به وهران يعني قصة طويل كتير وبتكون حلقتنا طويل كتير لكن من أهم الأماكن اللي بدنا نزورها وقتها نوصل لهونيك هي سانتا كروز سانتا كروز هي إلى رمز تاريخي مهم كتير وهو فورت مثل ما نبين هون على اللوحة التسكرية أو ألعة أو حصن نبنى بالأرنل السادس عشر وبنى الجيش الإسباني ومثل ما كنت عمبوا لونا المدينة عدة حضارات قطعوا وما كان جرى فيه معارك ضارية ومهم كتير بين الأسمنية والمورو ورجع رماما الجيش الفرنسي بين 1854 و 1860 فينا نشوف لها كان هيبت هالمحال وهرد هالمحال وهون كمان بتوقف على هيدا الصورة قريبة على الألعة فيه كابلة كتير حلوة هي شابال سانتا كروز كابلة رائعة يعني في كتير زوار بروحوا لهونيك مؤمنين بيسلوا هونيك وكمانا بيطلعوا لفوق تيشوفوا منظر المدينة كلها لأنه من هونيك ملطقت أحلى صور بتصور بوهران ويعني بعد هالجولة السريعة والمنظر من فوق بيبين علينا بسانتا كروز نتجه على كاتدرائية الألبي السوع كاتدرال دوساكريكور والحلو أنه بهالمغرب العربي بعد فيه مباني بتحكي عن حوار السقفات مثل هالمبنى يلي عم نشوفه عم نشوف قدي هندسطة المعمرية حلوة كتير ونبنت هالكاتدرائية بين 1904 و1913 وتحولت من بعد الانتداب الفرنسي والاستعمار الفرنسي يعني سنة 1962 بعد كم سنة تحولت هالكاتدرائية لمكتبة عامة مثل ما كنا عم نشوف بالصور بينا علينا هوني كمانا التفاصيل من جوة ومشورنا بتكفي ورحلتنا بتكفي بوهران على ألعة وهران كمانا المعروفة كتير مثل ما كنت عم بقول يعني موقعة الجغرافة لها المدينة مهمة كتير ونبنى كتير ألعات هونيكي وهالألعا منظر كتير حلو كأنه هي على شبه جزيرة بنصف وهران بينا علينا جبل القسود بوجة وهالألعا بتوقع بمرس الكبير وتعمريت أكيد للدفاع عن المدينة وحمي طهران خلال 300 سنة من القوى العزمانية اللي كيتنوجود حواليا ومن كف كمانا بينا علينا كاتدرائيات وكابيلا وكاني سونيكي في كمانا جوة مع كتير ومن هون حوالة دينيل كنا عم نحكي عنه في جامع كمانا كتير مهم واحد يزوره كزير وهو جامع الباشا واحد من الأماكن القليلة اللي بعدها بيوهران من الفترة العثمانية وتعمر المسجد سنة 1797 ومبين علينا كمانا لكينا هالهندسة المعمرية الخاصة بهذه الفترة ومننتقل على بيس بالاس أو يعني هو مثل قصر البي هون كمانا بيبين تفاصيل الهندسة الحلوة كتير نبنى هالأصر بالقرن الثالث عشر عم نشوف يعني أديه المباني السياحية هي نبنت على مراحل عديدة وعمروها المارينية ودعموها الإسبان وهيضا الأصر كمانا مر عليه العثمانية واستعمروا الفرنسي وعم نشوف بعد أديه بعده محافظة عليه أكيد عم بيترمم وديما هالأماكن حلوة واحد يحافظ عليها هون يبين علينا مكان تاني هو ضريح سيدي عبد الباكر ومن هون يكي لطوئة هذه الصورة يبين كمانا شئتين من المدينة يبين منظرها الرائع على البحر الأبيض المتوسط واحد ما فيروح على وهران وما يزور المسرح وهران المهم كتير لأنه هون مننتقل على هندسة معمرية مختلفة تماما منفوت بأجواء لكينا الهندسة الأوروبية مثل ما نبين علينا هوني واحد قطة يشوفك صور بفكر حاله بأوروبا وهل مسرح نبنى بأوائل الأرن العشرين وهو تحفة فنية بحد زيته وزوة عم بيبين علينا في واحد والزير يعني والسيح يروح يحضر احتفالات ومسرحيات حلوة كتير بعدها بتنعمل هونيكي وما فينا نخلص حل التفايز با لما نحكي عن الطعام أكيد بالجزائر الأكل هونيكي معروف كتير وطيب كتير في كوسكوس في طاجن وبما أنه نحن بوهران على البحر الأبيض متوسط أكيد في كتير سمك وتمار بحر طيبي والحلو أنه اكتشفت أنه في مطعم لبناني كمانا بوسط مهران اسمه كافي لابنون لبناني وينما كان بالعالم وتحية لقلون وينما بيحضرونا ولكل الجزائري اللي عم بيبعطوا لرسائل إلكترونية وكومانس على فيسبوك لفايز بايز مرسي كتير لكينا وهيد الحلقة كانت خاصة للكون وبنهي مع سباشل ريكوست غنيه لمغنية جزائرية اسمه كنزة فرح الغنيه اسمه كالكبار ومع الليح الختمية بسكركم بسوفكم بوسواشي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر